التعسرات تقلق إن هي تكتر فالدنيا تبوز منك بدري في نفس الوصف لو ما صلحش من أخطائه لو ما صلحش من أخطائه والمطش اللي جاي مع التراجي التونسي هي الفرصة إنك تصلح أخطائك لأنه ما فيش مجال إنك تخسر تلات نقاط بتقول على أقل تاخد من المطشين أربع نقاط يعني التلاتة اللي هنا ويمكن واحدة من هناك بعد ما تعديلت قدام المولودية وبعد ما تعديلت قدام تونجت وفي المطشين ضيعت برضو فرص يعني نفس الآفة اللي بيعاني منها الزمالك الموسم ده إزاي يرعب مع التراجي يوم السبت اللي جاي بص جزء من إهضار الفرص بالنسبة لك هو عدم تثبيت الجزء الأمامي في الفريق يعني أنت عندك كل مباراة على مستوى الدوري وأفريقيا ما فيش ثلاثة شبه بعض بلعب جمع ببعض ده رقم واحد ده رقم اثنين عدم تثبيت البدائل يعني ما بجيش مثلا في مطشات في أفريقيا في فترات طويلة جدا مع الزمالك في فترات سابقة بطبع عارف فلان هيخرج وينزل فلان يعني هيخرج زيزو مثلا هيدخل أونجب هيخرج مثلا مصطفى محمد هيدخل فلان كفيرود الموضوع ده لازم نشوف له حل ده رقم واحد ده رقم اثنين لازم نشتغل على الفرص زمالك ممكن لو جاله عشر فرص دلوقتي ممكن يضايع على عشر فرص فده نقطة تانية لازم زمالك يشتغل عليها رقم تلاتة أنا ما بقلقش دلوقتي ان الزمالك يلاعب فرق شبال أفريقيا برا رقم واحد لان الفرق ما بقتش مميزة زي الأول رقم اثنين ما عندهمش القوة الجماهرية اللي تضغطك أو يبقى عندك مشتغل فيها دي أهم نقطة بتعاني منها عند ديت شبال أفريقيا رقم تلاتة ان الزمالك بقالوا سنتين كعبوا عالي الترج فده احنا ما خلناش شغالين على مطش الترج وإحنا قلقانين ولكن في نفس الوقت انت راح تلعب فرقة كبيرة عندها شخصية البطل فرقة بتلعب في أرضها فلازم تحترم ده الفريق اللي موجود دلوقتي ما عندوش مشاكل ان هو يلعب قصاد فرقة كبيرة ولكن التنظيم والإحساس بالمباراة والإحساس بالبطولة والإحساس بجمهور لما بيغيب عني بيحصل لك مشاكل كنت انت مع كارتيرون وقت ما كسبتوا الترج سواء في دور الأبطال أو في السوبر مش كده أنا كنت معك كارتيرون بعد الفترة البعد طيب كارتيرون اللي انت كنت معاه وباتشيكو اللي انت شايفه دلوقتي مين أحسن فنيا مين الزمالك شكله أفضل في وجوده لو أنا شاهدت هي هتبقى مجروحة طبعا لأنك هتبقى في صف اللي اتدربت معاه طبعا لكن أنا كنت شايف مصر كارتيرون إجاد الحلول ولعبه والمباراة مش موضوع لأنه بلعب مباراة كبيرة إنه كان بهيئ اللعيبة للعب المباراة الكبيرة دخلتش جوه تفاصيل ميستر باتشيكو بيشتغل ازاي لأن المداري اللي باقر عن تفاصيل ففكرة التفاصيل بتاعت ميستر كارتيرون كان بيشتغل على اللعيبة كتير أو أكتر من هو شغال عليهم جوه الملعب يعني برا الملعب بيعرف يجهز اللعبة كويس جدا علاقته باللعيبة قريبة فيه دايما طول الوقت طريق مفتوح ما بينه وبين اللعيبة كلهم والقوات بتاعتهم أنا معرفش ميستر باتشيكو بيعمل ده ولكن اللي ظاهر لي أنه واضح أنه بعيد عن اللعيبة علاقته بأشرف بين ابن شارقي بعيدة جدا علاقته ببعض اللعيبة بعيدة جدا لأوروبية من اللعيبة فلكن دي نقطة لازم نبصلها بشكل كبير جدا يمكن ممكن يكون الناس المصريين اللي قتمت حتى علاقته أقوى باللعيبة قريب من اللعيبة أكتر لكن ده مش محتاج المدير فن الأجنبي مدير فن الأجنبي محتاج أنه هيكون قريب من اللعيبة مصدر كارتيرون كان قريب من القصص أهدفه نادرة الناس عملت المفارقات يعني أو المقارنات يقول لك عمر السعيد المعارمن الزمانيك بيسجل هدفين مصطفى فتحي المعارمن الزمانيك بيسجل النهاردة في نفس المباراة هدفين مصطفى محمد بيسجل مع جرات السراي ما شاء الله في ست مطشاط ست جوال ده كسونجو حتى ده لسه ما يشي مسجل النهاردة في تركيا فالناس اتكلمت على أنه هو المشكلة فينا ولا المشكلة في الفرقة ولا المشكلة فين أن اللعيب اللي ما بيشتغلوش معنا يطلعوا بره يشتغلو انت شايفها ازاي؟ بص مصطفى محمد حالة خاصة يعني مصطفى فروت كبير جدا من أهم الفراودة اللي هتيجي في تاريخ مصر لو هو فضل طول الوقت شغال زي ما أنا شفته في فترة الاعداد مصطفى حالة خاصة ولكن أنا شايف المشكلة اللي بيعنيها الزمالك هو تغيير الجزء الأمامي جاملا أنا وأنا بهدف في ظل غياب مصطفى محمد كان موجود عندي أوباما كان موجود عندي أكتر من اللعيب لكن ما بدأت أغير أنت عندك من اللي بيهدف الزمالك فوق كان أشرف بن شاري ما عابد شيكو مالعبش كتير أوباما سجل إمام عشور مش دول اللعيب اللي كانت الفترة اللي فاتت كانت بتسجل بشكل كبير جدا تغيير أو اللعب كتير في الجزء الأمامي هو اللي خلى الزمالك بعيد عن قصة التهديف أو الفينش ما بقاش بالشكل قبل كده وعمر السعيد ومصطفى فتحي حالة خاصة مصطفى كان لازم يخرج لأنه كان بقاله فترات طويلة ما بيلعبش ولكن مين البديل لمصطفى خروج وعمر السعيد أنا شايف أن مروان هيبقى بعيد أنه هو يدخل خصوصا أن مروان ما كانش بلعب في فرق كبيرة يعني الجزيري مختلف شوية يعني شايف أنه عمر السعيد بقاءه كان أفضل من أنه يمشي ويجي مكانه مروان ده حقيقة يعني لو عملت المقارنة بينهم فالأفضل هو عمر ولكن لما هيجي يمشي حد بحجم عمر لازم يجي حد على نفس المستوى نفس المستوى في فكرة أنه هو بيلعب في نادي كبير ولا لأ مين هو عمر نفسه مش جاي من نادي كبير على مستوى الجماهير بس بقاله فترة طويلة بقاله فترة فعاش أجواء الزمال بقاله فترة طويلة وخذ بطولات مع الفرقة اللي موجودة فدي نقط لازم إحنا أبصيل لها وإحنا بنجيب لعيد